أصلاً أي حد بيدخل على خير بالكم أن أي إفساد لأي معنى ديني حد بيدخل فيه ما بيوقفش عند المعنى الديني بيروح ضارب في نفوس الناس وضارب في المجتمع فحصل أربع ظاهر سيئة جداً جداً زادت فينا وزادت بشكل كبير زاد التصدع التصدع أن الناس تحس أنها مكسرة وزاد التوجع الناس بقيت تتوجع ما هم عندهمش سند وزاد الفزع وزاد الجزع فقال عندنا المناعة الدينية والمعنى والمناعة النفسية وزادت فينا الهشاشة الدينية والهشاشة النفسية لأن إحنا لما كنا عندنا سند كان كل واحد فينا ممكن ببساطة خالص يتعامل بخلق حسن لأنه حاسس أنه مع ربنا حاسس أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معاه وحاسس أن حضرت النبي سنده فما نقدرش ما بقناش نقدر نصمت عنده لما يحصل حيات صعبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة والأسف بقينا بنصنع حياتنا بالمخاوف وده بيخلينا نتصدع بسهولة وصد أي حدث فلازم نخرج من مخاوفنا ونخلي كل خوفنا لله يعني إيه كل خوفنا لله نخاف إن حبيبنا ما يرضاش عننا سبحانه وتعالى فهتلاقي المخاوف ما لهاش أهمية بس لو شفت إن مخاوفك بتغلبك فده مقدر استحضارك إنك في معية الله والأحداث اللي احنا بنعيشها وربي أولادنا وننسى أصحابنا بالمخاوف دي بتخلينا تكوننا طب ويهو السؤال والمخاوف بتصنع حياتك كلها فين بقى ربنا بطلاً ما أنت شغل للناس دول الوقت إن أنت تسألهم أين الله بمعنى فين مكان ربنا وهو ده سؤال أنا أسف يعني ده سؤال ما يصحش وده سؤال بدعة زي مكان سيدنا الإمام مالك بيوضح فالسؤال ده أنت بفروض تسأل الناس أين الله من حياتك وعشان كده لابد إن احنا نعرف إن الخوف من الله مختلف عن الخوف من الناس الناس كتيرة بسبب الخوف اللي هم معلمهم للناس ناس كتيرة بتتعامل مع ربنا عن إن ربنا بابا بابا اللي بيأسوا علينا فممكن نزعل منه وده مش حقيقي وعشان كده لما منخاف من الله سبحانه وتعالى ونشعر بإني ما فيش أمان إن احنا منخاف من الله سبحانه وتعالى لكن لما منخاف من الله بمعنى إن احنا منخاف من حبيبنا إنهما يرضاش عننا ساعتها الخوف ده بيخلينا نشعر بالأمان فالله لم يخفنا إلا ليطمئننا فلما تخاف تذكره فتزوق حلاوة ألا بذكر الله تطمئنه القلوب وده الخوف إن انت ففروا إلى الله فيبقى مش الخوف ففروا من الله حتى لو كانوا ففروا من الله ففروا من أقدار الله لا نحن نفر إلى الله وإحنا عارفين أن الله لطيف بعبادي فلما نفر إلى الله ندوق حلاوة إيه بقى ألا بذكر الله تطمئنه القلوب فيسقينا لله سبحانه وتعالى بالخوف منه ويسقنا بالخوف منه إلى إن احنا نطمئنه إلى جنابه سبحانه وتعالى يبقى هو خوفنا عشان نطمئنه ليه لكن المخوف التانية بقى اللي بيرواجها أصحابنا دي بتأمل ايه؟ بتلتهم بتلتهمنا ومش بتنتهي وبتزيد وبتزيد من ايه؟ وبتزيد من تسهيل اليأسة علينا وتزود تقلل حياة لكن الخوف من الله بيجبرك يجبر كسرك فالخوف من الله يجبر العباد والخوف من العباد تكسر أقوى العباد وإحنا كمان بنخاف من عدم الاستمرار على الطاعة بعد رمضان عشان احنا بنعمل ايه؟ بنشوف إن الطاعة بتكون بالأرقام الكبيرة والأشياء الكبيرة ومش بننسبها لربنا احنا مش نسبين الطاعة لربنا احنا نسبين الطاعة للأشياء والأرقام ومش نسبينها لربنا فاحنا بنظن ان احنا قادرين على الطاع عشان في رمضان لكن احنا لو فهمين ان احنا في رمضان بنطيع ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجي هو اللي بيوفقنا فإيه اللي يحصل هيبقى رمضان نعم دي او نور وبركة وجنة لكن هيفضل اللي بيخلينا نطيع توفيق الله عشان في رمضان الجاو بيكون مهيئ للطاع فالشياطين بتتسلسل والجنة ابوابها بتتفتح والمساجد بتقام فيها الترويح فبنتشجه ان نورح نصلي وكل ده ايه اللي حاصل كل ده جميل ومن المعينات اللي ربنا سخرها لينا عشان تعنى على الطاعة بس مش هي اللي بتصنع الطاعة لكن هل دي هي دي اسباب الطاعة كم من شخص غافل عن كل ده وغافل حتى عن الصيام في رمضان فمين اللي وفقنا للطاعات ومين اللي اخدنا الى بابه ومين اللي اوقفنا على اعتابه ومين اللي خلانا نقرأ القرآن وحرك على سينتنا بذكره وخلنا نقوم القيام ونقف بين يديه الله وحده لا شريك له ولو فهمت ده هتعرف ان خوفك من عدم الاستمرار في الطاعة وعدم الاستمرار في الاقبال على الله لا اساس لا فزي ما ربنا اعانك في رمضان ده كان بيدوائك الحلاوة اللي اعتعيش فيها تول حياتك ده العيش اللي انت اعتعيشها تول حياتك ونزيك ليلة القدر خير من الدنيا وما فيها اذا كانت ليلة في رمضان خير من الدنيا وفيها يبقى انت لو عشت رمضان كله على هذا الحال هتبص تلاقي حياتك كلها سباغ الله بنت هذا النور فرمضان ربنا بيعينك فيه وبعد رمضان الله الان على ما علي كان هيستمر مولانا سبحانه وتعالى في عونك ويغير حالك ويبقى ايه ويبقى الله سبحانه وتعالى الذي تودد اليك في الازل هو على وده لم يزل فربنا سبحانه وتعالى فضله لا يعد ولا يحصى